عشر سنوات من الحوارات والاتفاقات في التاريخ اليمني مشاورات السلام اليمنية انطلقت في الحادي والعشرين من إبريل في الكويت برعاية أممية لم تصل حتى الآن إلى أي اتفاق سبقتها جولتا مشاورات في جينيف وبيال فشلتا في التوصل إلى حل أيضا في الحادي والعشرين من ستمبر عام 2014 وقعت الحكومة اليمنية مع الحوثيين اتفاقية السلم والشراكة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعه لكن الحوثيين انقلبوا على هذه الوثيقة التي ساغوها بأنفسهم بمساعدة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر وبعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة حاول الحوثيون وصالح إجبار الرئيس هادي على توقيع مرسوم يخول الحوثيين امتلاك الجهات المالية والرقابية في أجهزة الدولة إلى جانب احتكار منصب نواب الوزراء لصالح جماعتهم وهو ما رفضه الرئيس هادي وقدم استقالته على إثر ذلك قبل ذلك كانت مجريات الحوار الوطني التي شاركت فيه كل الأحزاب الفاعلة في الساحة اليمنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتنباثق عنه وثيقة الحوار الوطني مثلت شكل الدولة الاتحادية الجديدة إلا أن ميليشيا الحوثي انقلبت عليها وسيطرت بقوة السلاح على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في عام 2011 كانت المبادرة الخليجية وجاءت عقب الثورة الشبابية الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط نظام صالح بعد ضغوطات دولية وأقليمية انتقلت السلطة بناء على المبادرة الخليجية في نمفمبر من العام 2012 إلى النائب عبد الربو منصور هادي قبله بعامين تحديدا في فبراير عام 2009 وقع ممثل الأحزاب بالبرلمان على اتفاقية نصت على التمديد لمجلس نواب المنتهية فترته في 27 إبريل 2009 لمدة سنتين إضافيتين وتأجيل الانتخابات النيابية إلى 27 إبريل 2011 إضافة إلى تعديل المادة الخامسة والستين من الدستور اليمني المتعلقة بمدة مجلس نواب بما يسمح بتمديد فترته لمدة عامين كما أكد الاتفاق على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون في يونيو عام 2006 وقع 21 حزبا يمنيا في مقدمتهم حزب المؤتمر وتكتل اللقاء المشترك المعارض على اتفاق المبادئ تضمن 12 بندا لمعالجة الاختلال الحصر في اللجنة العليا لانتخابات وخصصت 8 بنود من الاتفاق لمعالجة قضايا السجل الانتخابي المشوه أما أول هذه الاتفاقات فكانت بين المخلوع وأحزاب المعارضة ذلك في الانتخابات الرئاسية عام 2006 حيث أجريت الانتخابات الرئاسية وأعلنت لجنة الانتخابات فوز صالح ضد مرشح المعارضة فيصل بن شملان وتحدثت تقارير الدولية حينها عن انتهاكات رافقت العملية الانتخابية الأحزاب المشاركة في البرلمان وقعت في 16 يونيو من العام ذاته اتفاقية سميت بوثيقة قضايا وضمانات الحوار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة